الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده إلى يوم الدين وبعد فديننا الحنيف ينهى عن كل أنواع الإصراف والتبذير في كل شيء حيث يقول الحق سبحانه وتعالى ولا تبذر التبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوعة ويقول سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشعابوا ولا تسعفوا إنه لا يحب المسعفين ويقول سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسعفوا ولم يقطروا وكان بين ذلك قواما أي لم يسعفوا ولم يبخلوا ويقول سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصوا قال أهل العلم التزييل والتكميل في الآية هنا عام أي فتقعد مزموما محصوا في حالتين في حالة الشح والبخل وفي حالة الإصراف والتبذير ويقول سبحانه وتعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام في صورته صورة يوسف عليه السلام تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فظروه في سنبوله إلا قليلا مما تأكلون فركائز الاقتصاد تقوم على أمرين على زيادة الإنتاج تزرعون سبع سنين دأبا متواصلة بجد وعلى ترشيد الاستهلاك فظروه في سنبوله انظر إلى النص القرآن عندما قال إلا قليلا مما تأكلون ولم يقتل يفتح باب الأكل على مصرعي وهذا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرّا من بطنه بحسب ابن آدم أن يغفيه لقيمات 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 يقمن صلبة فسرص لطعامه وسرص لشعابه وسرص لنفسه ويقول صلى الله عليه وسلم كلوا واشعابوا والبسوا وتصدقوا في غير إصراف ولا مخيلة وهي الكبر والإعجاب بالنفس على أن النهي عن الإصراف والتبزير جاء عاما ليشمل الإصراف والتبزير في الإنفاق في الطعام في الشراب في اللباس في استهلاك الكهرباء في استهلاك المياه في استهلاك الغاز فلما مر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو يتوضى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الصرف يا سعد فقال سيدنا سعد أفي الوضوء إصراف يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم نعم وإن كنت على نهر جائد نعم الإصراف إصراف والتبزير تبزير ولو كان في الوضوء ولو كنت على نهر جائد فالإصراف لا علاقة له بالغنى والفق ولا بالقلة والكصع وإلا لطلبنا من الفقير أن يرشد وطرقنا الغني يفعل ما يشاء بل على العكس المطلوب من الغني أن يرشد أكثر من الفقير ترشيد الاستهلاك لا علاقة له بالغنى ولا بالفق بل هي نعمة أنت ستسأل عنها ولما رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كصارات خبز في بيت السيدة عائشة قضي الله عنها قال لها يا عائشة أحسن جوانع من الله فقال لما زالت نعمة عن أهل بيت ثم عادت إليهم فيجب عليك أن تعشر إنفقك واستهلاكك للكهرباء للغاز للمياه بغض النظر عن قضاتك على السداد من عدمه لأن الإصراف منبوز على كل حال ولأن التبزير منبوز على كل حال من الفقير والغني على حد سواء وإذا كان ديننا دين الوسطية والاعتدال في كل شيء لا شحة ولا بخلة ولا تقطير ولا إصعاف ولا تبزير فإن ترشيد فإن ترشيد الاستهلاك في أوقات الشدائد والأزمات أولى وأوجب وأشد طلبا ما فاض عن حاجتك الأساسية فالفقاء والمحتاجون والمضاون من الأزمات أولى به نسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن الفهم لديننا وأن يغنينا بحلاله عن الحرام وبفضله عن من سواه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته